موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود أصبح مسمى الإسلام والمسلمون مرادفا للإرهاب والإرهابيين لدى وسائل الإعلام ومراكز صناعة القرار في الغرب وذلك منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تفصل القوانين وتسن الشرائع التي تقصد المسلمين بشكل خاص وأصبح كل مسلم متهما دون دليل ودون حاجة منه ليثبت براءته وأصبح ألاف العرب والمسلمين الآن يقبعون في سجون الأمريكية والأوروبية أغلبهم سعوديون وخليجيون دون أن يوجه لأي منهم اتهام محدد ودون أي دليل ودون أي سند سوى أنهم عرب أو مسلمون كما أن المؤسسات الخيرية والمالية الإسلامية أصبحت على قوائم الإرهاب وكذلك الحركات التحررية مثل حزب الله وحركتي حماس والجهاد وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحدد مفهوم الإرهاب وأهله وكلهم من العرب والمسلمين وسط صمت عربي رسمي مطبق فرعاية الدول العربية من الأسرة ذبحوا في قلعة جنجي في أفغانستان تحت سمع العالم وبصره دون أن يحتج أحد سوى تحرك قطري لم يدعم من أي طرف والمدنيون الأفغان يقتلون الآن تحت سمع العالم وبصره بدعوى الأخطاء البشرية دون أن يحتج أحد أما الحكومات العربية فإنها تدفع بالآلاف من أبنائها إلى السجون والمعتقلات والمحاكمات العسكرية بدعوى الاتهام بالإرهاب مما يزيد من جرعة الكبت والتعصب والتطرف ونشوء التكفير في المجتمعات الإسلامية تساؤلات عديدة حول أسباب التطرف والإرهاب ومسؤولية الحكومات والأنظمات عنه أطرحها في حلقة اليوم على الدكتور محسن العواجي مؤسس منتدى الوسطية في المملكة العربية السعودية ولد الدكتور محسن العواجي في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية عام 1961 للميلاد حصل على البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة الملك سعود عام 1981 وعين معيدا بها وعلى الماجستير في العلوم الزراعية من نفس الكلية عام 1986 ثم حصل على الدكتوراه في علوم التربة من جامعة ويلز في بريطانيا عام 1989 عين بعد ذلك أستاذا مساعدا في كلية الزراعة جامعة الملك سعود بعد حصوله على الدكتوراه أشرف على العديد من رسائل الماجستير والبحوث العلمية إلى جانب عمله الأكاديمي كما عمل إماما وخطيبا لجامع سعد بن معاذ بالملز ثم للجامع الكبير في جامعة الملك سعود بالرياض وبعد أزمة الخليج الثانية برز كأحد أبرز دعاة الإصلاح في المملكة العربية السعودية الذين طلبوا بالإصلاح الشامل فشارك في إعداد الخطاب الإصلاحي ذي المطالب الاثنى عشر الذي وجه للملك فهد ثم شارك في إعداد مذكرة نصيحة التي وجهت للملك أيضا كما شارك مع خمسة من زملائه في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وإعلانها وحينما ضاقت به السلطات السعودية زرعا زجت به في السجن مع زملائه عام ثلاثة وتسعين ثم أفرج عنه بعفو ملكي بعد عام إلا أنه لم يقف ولم يتوقف وبعد خروجه من السجن شارك مع ثلاثة من زملائه في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في المنفى في لندن فقبض عليه عام أربعة وتسعين وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما قضى منها أربع سنوات ثم أفرج عنه بعفو ملكي ثم طردته السلطات السعودية من الجامعة دون حقوق تقاعدية ومنعته من السفر وصادرت جواز سفره وظل ممنوعا من السفر من العام تسعين وحتى أمس فقط حيث قدم إلى الدوحة للمشاركات في هذا البرنامج في أول سفر له خارج المملكة منذ أكثر من عشر سنوات ولمشاهدين الرغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا بعد ساعة من الآن على الأرقام التالية 00974488873 أما رقم الفاكس فهو 009744885999 أو عبر موقعنا على شبكة الانترنت www.aljazeera.net مرحبا بك دكتور أيهاكم الله حياة حافلة بالمشاغبة السياسية الحمد لله على كل حال هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها من المملكة بعد عشر سنوات من المنع والصفر سجنت خلالها حوالي خمس سنوات فصلت من العمل وتوردت ولم تحصل على أي تقاعد أو راتب أو مصدر للرزق باختصار ما تقيومك بداية لهذه التجربة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأصلي وأسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأشكر لك يا أخ أحمد هذه المقدمة وإن كنت في الواقع أتحفظ على كثير من ما ورد فيها لا لأنها ليست حقيقية بل هي عين الحقيقة لكني جئت هذه المسافة وحضرت هنا لكي نستشرف المستقبل أكثر من أن ننظر إلى إرهاصات الماضي فما من شخص إلا ويولي دولته ومجتمعه ولاية خاصة وقدرا خاصا وكما قال الشاعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظن علي كرام ولهذا فأنا أعتقد أن ما حصل هو نتيجة طبيعية لأناس اجتهدوا طالبين الأصلاح وفق اجتهادهم فرأت الدولة المعنية أن اجتهادهم هذا مخالف لما ترى هذه الدولة ووفق اجتهادها أيضا اتخذت في حقهم هذا الإجراء ونحن نراه اجتهادا يعني نراه اجراء طبيعيا ولا نتمنى في الواقع لا لأنفسنا ولا لغيرنا مثل هذه المحن والفتن حاشا لله لكنها تجربة والله الحمد مفيدة ودروس مفيدة ونحن كنا ومازلنا نكن لبلدنا ولولاة أمرنا كل نصح وصدق وحرص على الصالح العام بإذن الله ألم تدفعك تجربة السجن وما كان معها من معاناة من منع من السفر من فصل من العمل من عدم منحك أي راتب تقاعدي أود أن أنوه هنا وأنا أتفاوض معك على الحلقة قلت لي أنا أود أن أعود من الحلقة إلى البيت وليس إلى مكان آخر وأنا أتمنى لك ذلك لكني لست مسؤولا عن النتائج ألم تدفعك هذه إلى مزيد من التشدد والكراهية والتطرف في أفكارك والكراهية للنظام؟ أخي الكريم أما الأفكار والقناعات فلا يزيلها لا السجون ولا وسائل التأديب الأخرى القناعات والأفكار لا تزال إلا بالمنطق السليم فقوة المنطق لا تقابل منطق القوة هذه قضية معروفة عبر التاريخ أنا بعد أن خرجت من السجن قبلت وعملت معاملة حسنة على المستوى الشخصي ولن أعلق قضايا الأمة على معاملة شخصية بيني وبين المسؤولين لكن هذه المعاملة الحضارية الراقية التي قبلت بها من شخص كان مسؤولا عن سجني يجعلني أحفظ له هذا القدر من عفوا؟ سمو الأمير نايف بن عبد العزيز وابنه محمد وهؤلاء يتعاملون معنا الآن في أسلوب حضاري حواري راقي نقدره لهم ونتمنى أن يتطور هذا الأسلوب لكي يكون أشغل ما هي أسبب تغيير النظام لأسلوب معاملته معكم؟ وهل هي خاصة بك أم هي شاملة وعامة؟ المملكة العربية السعودية دولة من بين الدول التي تتعرض للتغيرات المحيطة بها ولا بد لها شاءت أم أبت أن تواكب هذه التغيرات وأن تلتفت إلى شؤونها الداخلية وإلى لم الشمل وإلى التفات إلى حاجات المواطنيها طال الزمان أم قصر فالإرهاصات الحديثة من العولمة ابتداء وانتهاء بالأحداث الأخيرة تلزم أي نظام حريص على مستقبل شعبه أن يلتفت إلى أسرته يعني تقصد أن هذه السياسة الآن يقوم بها النظام لسيما بعد أحداث 11 سبتمبر؟ هذه سياسة لمستها بعد خروجي من السجن وبعد أحداث 11 سبتمبر لاحظت أن الدولة تلتفت أكثر وأكثر إلى القطاعات الشعبية وإني أتمنى أن تكون هذه الالتفاتة أوسع مما هي عليه الآن ما هي طبيعة علاقتك بالنظام؟ ليس يما وأنا وأنت ظللنا متخوفين من منعك من السفر إلى أن وصلت إلى الدولة؟ هذا إجراء أعتبره طبيعي وأنا في الواقع كنت أخشى كما تخشى أن أمنع من السفر وقد منعت منه سنين ولكن أعتبر هذا الإجراء من جهة الدولة وفق وجهة نظريها احتياط معين مبني على قناعات تخصها هي أنا بالنسبة لي لا أتنكر لهذه الإجراءات وإن كانت تسوئني وتسوء غيري أيضا لكن في نهاية المطاف ولله الحمد وصلت بأمن وأمان وسلامها أنا ذا أمامك وسأرجع إن شاء الله بأمن وأمان وسلام إن شاء الله بإذن الله الآن تتحدث عن تغير في أسلوب النظام في السعودية في التعامل مع داخل الأسرة كما قلت لكن السجون لازلت تعج بالمعارضين هناك عمليات اعتقال ليست في السعودية وحدها في دول الخليج بعد الحدي عشر من سبتمبر تحديدا هناك تقارير تتحدث عن عمليات تعذيب يتعرض لها الناس وكأن ما حدث كان بالنسبة لك أنت وليس بالنسبة إلى عموم الناس أخي الكريم أعتقد أن السعودية ودول الخليج هي نسيج من الدول العربية والإسلامية بشكل عام ولا أريد أن أخصص المملكة العربية السعودية بنقد محدد وإن كنت لا أزكيها في جوانب معينة نحن طرحنا يشمل الخليج بشكل أساسي والسعودية وباقي الدول العربية أنا أريد أن أنظر إلى مسألة الكبت الرسمي ومصادرة الحريات والتضييق على المواطنين بشكل عام ولن تكون المملكة العربية السعودية مستثناء من هذا على الإطلاق حقيقة لكني أريد أن أركز على مسألة الكبت الذي ولد فيما بعد إرهابا وتطرفا وغلوا لدى جماعات وأفراد وتيارات ودول كيف أدى الكبت والضغط والسجون والمعتقلات طوال السنوات الماضية إلى نشوء الفكر التكفيري في المجتمعات المسلمة وإلى الصراع الدائم الآن بين الحركات الإسلامية تحديدا وبين الحكومات الأنظمة العربية والإسلامية تتعامل بحساسية مفرطة مع كل ما هو إسلامي والمتتبع لتاريخ الحركات الإسلامية في الدول الإسلامية مثل مصر أو تركيا وغيرها يلاحظ أن الإسلاميين مهما قدموا من تنازلات وما ما قدموا من ملاينة ومسايرة للأنظمة إلا أنهم مع كل أسف يواجهون بكل عنجهية وتطرف رسمي وإرهاب دولة والنضرب على سبيل المثال حركة الإخوان المسلمين في مصر كيف أنها منذ تأسيسها على يد الإمام حسن البن رحمه الله وإلى يومنا هذا وهي ينظر إليها بريبة سواء في البرلمانات أو في النقابات المهنية أو غيرها علما بأنه قد سجل جميع المرشدين على الجماعة الإخوان المسلمين مواقف مفترض أن الأنظمة التي توالت على مصر أن تراعيها وأن تنزلهم منزلة تلقبهم من جانب آخر تلاحظ مثلا ما حصل في تركيا مع حزب الرفاه الإسلامي كيف أن رموز الحزب والحزب يطاردون مطاردة لا مبررة لها لا لشيء إلا لأنهم مسلمون بل وصل الأمر إلى أن امرأة دخلت في البرلمان التركي وقد ارتدت قطعة قماش على رأسها فما كان من البرلمان كله إلا لج وضج وكأنه دخل عليه ملك الموت الدولة كله والدولة بكاملها إذا كانت الجماعات الإسلامية والتكتلات الإسلامية والأحزاب الإسلامية تواجه بهذه الحساسية فما أدري لماذا تلام إذا تجه بعض أفرادها إلى تطرف ما لا سيما مع فقدان الصوت المتزن الصوت الذي يعرض الإسلام عرضا حضاريا مسالما وبنفس الوقت يعرضه عرضا حضاريا قوية لكن الأنظمة ترى في هذه الحركات التي تصفها أنت بالاعتدال بأنها تشكل خطرا حقيقيا عليها أما تعتقد أن هذه الحركات تشكل خطرا حقيقيا على الأنظمة؟ أخي الكريم السؤال لماذا هذه الأنظمة أصبحت عرضة لأن تكون عرضة لهذا الخطر الحقيقي الأنظمة لينظر ماذا تفعل بالشعوب الأنظمة تمارس القمع بجميع صوره وأشكاله الأنظمة تعتقل دون تهمة وتزج الألاف بالسجون دون تهمة يا أخي رئيس عربي تخطفته المنون قبل فترة كانت تركته عشرات المليارات من الدولارات في حسابه الخاص وعشرات الألوف من شعبه في سجونه سجون الرأي إذا كانت الحكومات تفعل بالشعوب هذه الفعلة وتريد من الشعوب أن تستكين وأن تستسلم فهذا طلب المحال لكن الشعوب مستسلمة وردية الآن الشعوب تدافع عن الدكتاتورية وتقبلها الشعوب يا أخ الكريم لا تدافع عن الدكتاتورية الشعوب أجبرت على أن تسمع وتطيع ولو وجدت ملجأ أو مغارات أو مدخلا لخرجت ولذلك أنا أحب أن أركز على النموذج التونسي الذي يرى بعض الحكام العرب أنه نموذج مثالي لضبط الأمن هذا النموذج في الأسابيع الماضية تفاقمت الأوضاع في مسألة الاعتقالات وحتى وصل الأمر إلى أنه فصل قاضي ومنع وحرم من رواتبه لا لشيء إلا لأنه استقلال القضاء استقلال القضائي فقط لا أكثر ولا أقل هل هناك استقلال قضائي إلا نادرا؟ لا يوجد استقلال قضائي في الأنظمة العربية والإسلامية لكن هناك قضاء أيضا عفونا دكتور حتى لا نظلم بعض القضاء والذين يشرفون القضاء فعلا في مواقعهم بأحكام تزعق الأنظمة الشعوب ملأ بالرجال في جميع المجالات والميادين لكن أن يفترض أن هناك قضاء مستقل يا أخي أنا أريد أن تشير إلي الآن تشير إلى أي دولة وتقول في هذه الدولة في قضاء مستقل ليس هناك قضاء مستقل حقيقة إذا كنا نريد أن نعالج مشاكلنا فلنتصارح أما إذا كنا نريد أن نجامل بعض وأن نغمض العين عن مصائب وإرهاصات موجودة الآن نحن ندفع ثمنها نحن الآن أمام خطورة نحن الآن أمام عدو متربص بنا أنا الآوان لنا أن نرتب بيتنا من الداخل الآن الحركات الإسلامية تسبب إزعاج للأنظمة تطالب بالحكم لها شعبية في الشارع والحاكم أمامه خيار إما أن يقمع وإما أن تذهب منه السلطة فالقمع أسهل من ذهب السلطة وماذا عليه لو آمن بالله واليوم الآخر وانفق من ما رزقه الله ماذا عليه لو طبق شرع الله كما أمر الله عز وجل فعدل ضغوط الدولية دكتور والسياسة وأمور كثيرة اسمح لي أخي الكريم هذه الحجج التي تقال بين الحين والآخر ضيعت الأمة عقود من الزمن أعتقد أنه في عصر بني أمية كان هناك ما يشبه الاستبداد أو بل هو استبداد ثم جاء عمر بن عبد العزيز كحالة استثنائية في أقل من سنتين قتلوا على كل حال إذا كان الحاكم يرى أن روحه وملتلكاته وشأنه الخاص أعز من أمته فهذه أول خيانة الحكام لديها رعبة أن تتخذ مجرد موقف فضلا عن أنها تحكم بالذي تقول يعني مجرد موقف الآن الناس في فلسطين تصبح في أفغانستان العرب يصبحون ولم يتحرك أحد يعني حتى بعض الحكام أصدروا تصريحات أشبه ما تكون بتصريحات بوش وتصريحات غيره إذا كان الحاكم يمثل شعبه ويعكس تطلعات شعبه وهموم شعبه فعليه أن يتقص أولا من خلال قنوات شعبية عن هموم شعبه وكيف يفكر شعبه وماذا يريد ومن بعد هذا إما أن يمثل شعبه لكن الشعوب راضية دكتور الشعوب يا أخ الكريم ليست راضية يا أخ الكريم وبيننا وبينهم صناديق الاقتراع إن أرادوا الشعوب ليست راضية الدول العربية والإسلامية تمارس كبتا وقمعا على شعوبها لا تسمح للرأي الشعبي أن يصل إلى إلى دائرة القرار إذا لم يوجد هذه القنوات الشعبية لتوصل هذا الرأي فلا تقول لي بأن الشعوب راضية الشعوب غير راضية لا تعبر عن عدم رضاها بل هي راضية بالمهارب لا تستطيع أن تعبر عن عدم رضاها يا أخ الكريم يعني إذا فقد الإنسان القدر على التعبير يستحق ما يحدث له يا أخ الكريم إذا فقد الإنسان القدرة على التعبير فعلى ولي الأمر الذي سيسأل الله عز وجل عن هذه الأمانة أن يعود شعبه على أن يتحدثوا بشؤونهم يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولي يتحدث في كل مكان قمع القمع داخل البيت القمع داخل المجتمع داخل المدرسة الناس تربع على القمع لو أعطيت الناس فرجة يقولوا لا إحنا عزينا القمع هل أريد الأمن يا أستاذ منصور إذا أردنا الأمن فإن الأمن كما قال ذلك الأعرابي المسلم لعمر بن الخطاب عدلت فأمنت فنمت المحللين طوال السنوات الماضية يقرنون دائما بين التعصب والتطرف والإرهاب وبين الفقر والأوضاع الاقتصادية الآن أصبح السعوديون على قائمة الإرهابيين وكذلك الخليجيين هل يؤدي ذلك إلى انتهاء هذه النظرية وما هي أسباب ذلك أولا يا أستاذ أحمد أحب أن أعلق على كلمة إرهاب أولا إرهاب أو تطرف نحن لسنا معنيين بما يدور في وسائل الإعلام بمصطلح الأرهاب والتطرف الذي جاءنا أصلا وافدا من الغرب فتعريفهم للإرهاب لا يتفق مع تعريفنا للإرهاب ما تعريفكم؟ تعريفنا نحن للإرهاب هو إهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض واستهداف الأبرياء أيا كانوا هؤلاء أما يقوم الإسلاميون بذلك؟ الإسلاميون من قام منهم باستهداف الأبرياء وإهلاك الحرث والنسل فهذا نسميه اعتداء ولا نسميه إرهابا ما الفرق بين الاعتداء والإرهاب؟ لأن الإرهاب مصطلح وافد مصطلح غربي الأصل والمنشأ والولادة ونحن عندنا في مصطلحنا في ديننا في تاريخنا مصطلح الغلو من ناحية التطرف وعندنا الاعتداء من ناحية العنف وكلاهما يؤدي نفس المعنى ولا مشاحة في المصطلحات لكننا لسنا معنيين بأن نقلد ما يذكره الغرب في إعلامه لأنه لو صدق في تعريف الإرهاب لأخذنا منه تعريفه ولا مشكلة لكن الإشكالية أن الغرب حينما يعرف الإرهاب إنما يربطه بالمسلمين فقط فإذا صدر الإرهاب من غير المسلمين لم يسميه إلا بأسماء لطيفة فيها شفقة ورحمة وعلى سبيل المثال أضرب لك مثالا أن أمريكا على سبيل المثال شكلت ثوار كونترا لقتال حكومة نيكراكوا الشرعية وهؤلاء الثوار مولتهم بأموال أمريكية وغير أمريكية وكانوا يقتلون الشعب في نيكراكوا ويفسدون وتسميهم فايتر فريدونز مقاتلون من أجل حرية أو ثوارية بالضبط مقاتلون من أجل حرية بالمقابل أي تصرف إسلامي حتى وإن كان مشروعا وبحق كجهاد الأفغان عن بلادهم أو جهاد الفلسطينيين عن أرضهم المحتلة أو الكشميريين عن أرضهم المحتلة تسميه إرهابا وبالتالي فنحن لسنا بحاجة إلى تعريف يتعامل مع الحقائق بمكيالين أو معيارين ففي تعريفنا البركة نحن نسميه غلو ونسميه اعتداء وهذا ما حذرنا عنه ديننا ولله الحمد لا نغلو ولا نعتدي ولكن أرجع لسؤالك حفظك الله نعم وهو مسألة في هذا الإطار فقط قبل أن تدخل في الإجابة نعم حتى الأمم المتحدة لم تصل إلى تعريف للإرهاب وأجلت الاجتماع الذي تعرف به الإرهاب والحملة العالمية على الإرهاب إلى العام 2002 لأنها فشلت في تحديد مفهوم الإرهاب أمريكا هي التي تحدد كل شيء الآن وتملي على العالم كل شيء وكل العالم يخضع دون أن ينفع رأسه أو يعطره آن الأوان للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتزوا بدينهم وأن لا يركنوا إلى الغرب حكومات وشعوب أمريكا تريد أن تفرض علينا أخلاقياتها وفهمها وتفسيرها القانو الدولي حتى في الوقت الذي وصل فيه الانحطاط الخلقي للقيم الأمريكية إلى أدنى مستوى كما نلاحظ الآن في المذابح التي أمامنا في أفغانستان وغيرها وموقفهم من ما يعترض من يعترض يا دكتور ولا حكومة من التي قتل رعاياها في أفغانستان أبدأ أي اعتراض بل اعتبرت أنه خير وبركة للأمريكان خلصوه من هذا الشرح حكومات علاقتها بشعوبها علاقة ثقة متبادلة بين الشعوب والحكومات لوجدت الحكومات من شعوبها خير مساند ومؤيد لكي تقف موقفا يقدره الغرب الذي يزن ميزان الشعب ويحسب له ألف حساب علاقات الثقة تبنى على مدى سنوات طويلة وغير منتظر في الفترة القادمة أن يكون هناك في القرص مستقبلا الأمر لله عز وجل في الماضي الحكومات أفرطت في تشويه سمعتها عند شعوبها بقمعها وإرهابها ومصدرة الحقوق وزجها لمواطنها بالسجون ومنعهم من السفر وطردهم من الوظائف وملاحقتهم في أرزاقهم جعلت الشعوب لا تثقوا إلا مجاملة بهذه الأنظمة ونزلت هل تغير هذا الوضع؟ الأنظمة يا أخ الكريم يعني هعفونا دكتور هل تغير هذا الوضع؟ لم يتغير لكن نحن اليوم نواجه خطر الأنظمة أول من يدرك الأنظمة أخذت الآن ضوء أخضر من الولايات المتحدة أن تفعل في شعوبها ما تريد قبل ذلك عفوا كان هناك ما يسمى بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان كل هذا انتهى الآن وأصبحت أمريكا تمارس ما كانت تمارسه الحكومات العربية والحكومات العربية أصبع عندها صلاحية مضاعفة أن تقوم بما تريد لم يعد خافيا أن الأنظمة العربية اليوم والإسلامية ترتجف خوفا من الخطوة القادمة لولايات المتحدة الأمريكية والأمريكان يلعبون في أعصاب الحكام في كل يوم يصدر منهم تصريح يقلق هذا الحاكم أو ذاك ولذلك أنا أعتقد أنه أو خاطب عقلاء الشعوب وعقلاء الحكام بأنه آن الأوالي ترتيب البيت العربي والإسلامي من الداخل حكام المسلمين مارس الدكتاتورية والاستبداد على شعوبهم عقودا من الزمن فقد كبتوا الآباء وكبتوا الأبناء فلعل وعسى أن يعطوا ولو الأحفاد فرصة بأن يرتبوا مستقبلهم والتاريخ لا يرحم التاريخ سيسجل هذه الصفحات يسجل صفحات بيضاء أو صفحات سوداء قلت لك قبل قليل سجل صفحة بيضاء لعمر بن عبد العزيز وصفحات الحجاجي تقرأ في التاريخ إلى قيام الساعة صفحات سوداء لا يستطيع أحد أن يبيضها يعني لا تلزم أنا أعتقد أن الحكام لا يفكرون كثيرا فيما سوف يسطره التالي سيصيبهم البلاء بأنفسهم كما قال أحد المعلقين قبل أيام في قناة الجزيرة نحن الآن في خط الدفاع الأخير ولسنا في خط الدفاع الأول الآن الحكومات تعلم يقين أن الضحية في نهاية الأمر هم الشعوب ولقد حصلت حوادث معينة في العشر سنوات الماضية رأينا كيف أنه حين مدل هم الخطب على دولة ترك حكامها شعبها يواجه مصيره المحتوم فلم ينفع الشعب ما كان يملى عليه أيام ما كانت الحكومة على قائمة على هذا الشعب يعني وضح أنا أنا أضرب مثالا حكومة الكويت حينما غزل عراق الكويت ودخل حكومة الكويت انتقلت إلى بلدها الثانية المملكة ربية السعودية وهذا لا مشاحة فيه لكن الشعب العراق الكويتي هو الذي جلس هو الذي بقي يواجه المصير المحتوم هذه الحكومة التي كانت تملي عليه تعليمات والحكومة التي حلت برلمانه حلت مجلس الأمة الذي يسمى برلمان الكويت لمجلس الأمة قبل الأزمة تركت الكويت وشعب الكويت يواجه مصيره المحتوم لكن عفوا يعني حكومة الكويت أكثر حكومة ديمقراطية في الخليج ولكنها اتفقت مع شعبها في أيام الأزمة خارج الكويت وأتمنى أن لا تضطر الحكومات العربية أن تتفق مع شعوبها خارج أراضيها لا سمح الله تحت أزمة معينة على ترطيب مستقبلها نعود إلى سؤالنا حتى نصل إلى هذا أيضا كاد الفقر أن يكون كفراء العدالة الاجتماعية ومحاربة الطبقية سبب رئيس في استقرار الشعوب واستثباب الأمن الحكام العرب إلا ما رحم ربي وقليل ماهم يعيشون طبقية خاصة هم ومن حولهم ومن يقترب منهم مقارنة بشعوبهم التي قد تعاني الفقر وتعاني البطالة وتعاني الحاجة والفاقة حقيقة إذا كان الإنسان ليس لديه شيء يخسره لا في الدنيا ولا في الدين ولا في غير ذلك فلا تستغرب منه أن يفعل أي شيء وكما قيل الكبت يولد أو الضغط يولد الانفجار فكبت الشعوب بهذه الطريقة ومصدد حقوقها هذا ظلم والظلم الاجتماعي لا يتحمله الحر إلا أن يحتسب ذلك وما كل إنسان محتسب أنا الآن المحور الذي أسألك عنه هو أن أيضا شباب خليجيين مترفين الآن أصبحوا يعني يذهبون إلى أفغانستان ويتركون بلادهم من الطرف إلى الجبال من القصور إلى الكهوف أيضا اتهم شباب سعوديين بأنهم رأى أحداث نيويورك وواشنطن هناك مئات السعوديين في السجون الأمريكية الآن موجودين حدثني طيار سعودي أمس اتصل عليها وقال أنهم طيارين ويخضعون لإهانات بالغة في المطارات الأمريكية وبعضهم من لديه إقامة تلغى إقامته أو متزوج أمريكية تلغى إقامته يعني هناك الآن انتقل موضوع الإرهاب من الدول الفقيرة كما يقال إلى أن السعودية والخليجيين أصبحوا يعني هم المتهمون بذلك أولا يا أخي الكريم لا شك أن ما تتعرض له دول الخليج وخاصة المملكة الأربية السعودية من هجوم إعلامي شرس من دولة كان يفترض فيها أن تحفظ مواقف المملكة وغير المملكة تجاه سياسات الأمريكية في العالم كله هذه السياسة المعتدلة كانت تنهجها المملكة والتي كان كثير من مواطنيها لا يرتاحون لها يعني كنا لا نحبذ هذه السياسة الملائنة جدا لولايات المتحدة الأمريكية وكانت الحكومة السعودية تضحي بشعور مواطنيها مقابل أن تقدر الحكومة الأمريكية هذه المواقف وإذا بها الآن تتنكر لها بهذه الطريقة بل وصل الأمر إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يريدون أن يتدخلوا في قضايا سيادية ليست على المستوى السياسي بحسب بل على المستوى العقدي أيضا أنا قيل لك فيها نعم أنا قيل لك فيها عايز يعني نريد أن نفهم من هذا الهجوم المتواصل من الإعلام الأمريكي ومن الانتقاد من السياسيين الأمريكيين ماذا يريدون من السعودية أكثر مما تعطي يا أخي الكريم أنا أريد أن أرجع إلى الأصل أنا أعتقد أن هانتكتون أفقه من من طالب بتعايش الحضارات صراع الحضارات حتمي وديننا الإسلامي دين متميز بالسماحة من جهة وبالقوة والعزة من جهة أخرى ديننا أخبرنا بأنه لا يمكن أن يرضى عنا يهودي أو نصراني إلا أن نتبع ملته هذا كلام رب العالمين وهو الذي نحن بالنسبة لنا نعتبره الأول والآخر ديننا الذي أمرنا بالتسامح والعفو والصفح هو أيضا أمرنا بأن لا نستهين بثوابتنا فالقرآن يقول لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين وتأتي بعدها مباشرة آية قول الله عز وجل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فولاكم هم الظالمون هذا الصراع بيننا وبين الأمم الأخرى صراع حقيقي لا داعي لنا لا داعي بأن نقلل من شأنه أو أن نزعم بأننا ممكن أن نتعايش أن نتعايش على حساب ثوابتنا نحن نتعايش سلميا نعم كشعوب متجاورة متعايشة لكن ليس لهم الحق بأن يمتهنوا كرامتنا ويحاربون في ثوابتنا ويريدون مننا أن نصبح مسالمين مهادنين وهم يمارسون ضدنا أبشع صور الإرهاب كما ترى دكتور اسمح لي لعلك تابعت في الأيام الماضية بعض الحكام العرب أدانوا ما يحدث ما يقوم به حركة حماس والجهاد في فلسطين بنفس اللغة التي تدين بها إسرائيل وهذا من أسباب وجود الجماعات التي تسمى بالمتطرفة ونسميها الجماعات ذات التوجه الغالي الغلوب عدم وجود صوت إسلامي يعبر عن هموم الجماهير وعن غبن الجماهير وعن قهر الجماهير الإسلامي ويترى هذه الحداث البشعة هو الذي يجعل الناس تلجأ إلى الحركات السرية وتلجأ إلى التصرفات التي يصنفها الغير بأنه إرهاب ما يحصل في فلسطين في الأيام الأخيرة نلاحظ ومع كل أسف الصمت الغريب جدا جدا من قبل علماء المسلمين حقيقة أنا قد لا تهمني الأنظمة كثيرا لأن الأنظمة أصبحت الآن مصنفة ومعروف أن النظام السياسي يحاول أن يواكب ويوفق وكذا وله وجهة نظر معينة قد لا تتوتفق مع وجهة نظر الشعوب وغيرة المسلمين على حرمات دينهم وأعراضهم لكن السؤال الآن كيف يصدر ومن مصر تحديدا بيان قبل أيام هو زي ما تفضلت نفس اللهجة التي ممكن أن تصدر من أي دولة غير إسلامية أنا أعتقد أنه من الواجب على العلماء المسلمين علماء المسلمين قاطبة ولا أخص منهم رسميين ولا غير رسميين بل أني أخص كل عالم كل غيور أن يقول كلمته فيما يحدث وإلا لا يلومن إلا نفسه ولا يتضايق من الإرهاب ولا يتضايق من الغلو ولا من التطرف فهذه أمور حتمية أنا سأتي إلى العلماء بشكل من التفصيل أحب أن أعلق عن نقطة سألتني ولم أجب عليها لماذا من المجتمعات الخليجية والسعودية تحديدا يخرج شباب من الترف والنعيم يخرجون إلى الكهوف وإلى جبهات القتال أخي الكريم أمر الله عز وجل ليس أمرا سهلا والذي يسمع أمر الله عز وجل ويدرك أن هذا أمر علام الغيوب الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والذي يعلم أنه مستقبلا إما إلى الجنة أو إلى النار وهذه الأمور بيد الله عز وجل ويقرأ قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم اشترى فيه بيع بأن لهم الجنة هؤلاء يجعلهم يرخصون ما نحن فيه من ترف ونعيم ودعه ويذهبون طلبا للشهادة في سبيل الله طبعا هذه لي عليها تعليق فيما بعد إن شاء الله في محور آخر لكن أنا أقول حري بالشعوب العربية والإسلامية وبالذات الحكام العرب والمسلمين أن يفتخروا بأمة تنتج هؤلاء الرجال هذه النورة دون إرهابيين يا دكتور أخي الكريم إني أتمنى أن يأتي اليوم الذي يتمنى فيه الحكام العرب أن يجدوا آلاف الإرهابيين بحثا أن يبحثوا عن آلاف الإرهابيين حتى يواجهوا مثل تصرفات شارونة التي حصلت بالأمس يا أخي الكريم هؤلاء لو كانوا عند غيرنا لجعلوهم فرقة صاعقة هؤلاء لو كانوا عند غيرنا لستوعبوهم ودربوهم وجعلوهم الآن من يثبت أنه يعني أعطى مجرد تبرع مالي في يوم ما ليتيم في فلسطين نعم أو إلى حركة إغاثية وليست حركة جهادية الآن أصبح يصنف على أنه يدعم الإرهاب في هذه الليلة المباركة التي نرجو أن تكون من ليالي الله المباركة أشهد أن من تعرض لمن تبرع ليتيم أو مسكين أو من تعرض لمن أراد أن يرفع مظلمة في أي مكان كانت أو أن يدافع عن عرض مسلم أو مسلمة أشهد أن من تعرض لهؤلاء فإنه ظالم لنفسه ومعتدي وهو صانع الإرهاب وهو صانع التطرف كائنا من كات يا أخي الكريم ليعلم الحكام والشعوب والقاصي والداني ليعلموا أن أمر الله عز وجل ليس أمرا سهلا وأن من يستقبل أمر الله عز وجل سترخص أمامه كل قضايا الدنيا ومن أراد الجنة أرخص الدنيا يا أخي الكريم الدنيا كلها ساعات وأيام وأسنين محدودة معدودة جدا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون لا يوجد حاكم عفوا يعني يفكر في أن حكمه سيزول ولذلك يا أخي الكريم سيلاقي مصيره أن الشعوب لا ترحم والتاريخ لا يرحم إني أتمنى أن ينتبه الحكام العرب جميعا والحكام ينتبه إلى هذه النقطة فيصلح ما بينه وبين شعوبهم وليتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله عليه يصلح ما بينه وبين شعوبهم وإلا التاريخ أمامنا لا يرحم أنا أنظر الآن إلى ما حصل إلى شهران هذا هو أمامي يا أخي وأنظر إلى ما حصل شاوتيسكو وزوجته أنظروا أمامي ليس فقط خاص بمسلمين جميع الشعوب المقهورة والمغلوب على أمرها يوم من الأيام ستبحث عن مخرج يا أخي أي ضغط يولد انفجار البركان وعليه طبقات الصخور لكن عفوا يا دكتور معظم الحكام يرون أن التعامل مع شعوبهم حتى بالاستبداد وبالظلم وبالجور أهوا من التعامل مع أمريكا ومواجهتها أمريكا الآن أصبحت ترهب الجميع وبوش قال من ليس معنا فهو ضدنا وعلى الشعوب أن تتفهم هذا وأن تقبل ما يقوم به الحكام يا أخي الكريم الشعوب شعوب كريمة وشريفة ولديها شهامة ورجولة وتدرك وتحملت من الحكام ما لم يتحمله مخلوق حقيقة وأنا أكبر في الشعوب تحملها هذه العقود الطويلة من الظلم والقهر والاستبداد يا أخي الكريم أنت لما تفتش في الوطن العربي كله من أوله إلى آخره لا تجد قناة شعبية أو نقابة مهنية أو جمعية مستقلة يمكن للشعب أن يعبر عن رأيه الناصح لولي الأمر أو الحاكم لا تفسر الأمور بأنها اجتثاث لهذا النظام أو استئص الله هذا ظلم وبهتان للإصلاحيين الإصلاحيون يدركون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك حينما قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم سماهم أئمة وهم شرار الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فقالوا له يا رسول الله أفلن نابذهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة فنحن الآن نرفع صوت المناصح المحافظ على الكيانات نحن لا نريد أن نزيل هذه الكيانات وهذه التهم مفترض أن نتجاوزها نحن نريد أن نصلح الشعوب يا أخي مصيرها الآن ومصير حكامها واحد والحكام إذا لم يدركوا هذا الخطر في هذه الأيام فلا أعتقد أن فيهم رجاء حقيقة قامت الولايات المتحدة مؤخرا بمهاجمة المدارس الدينية في السعودية في باكستان في اليمن وقالت أن هذه هي التي تفرخ الإرهاب والإرهابيين 15 ألف مدرسة الدينية في باكستان الحكومة الباكستانية الآن تحاول أن تفرض سيطرة عليها أو تقوم بتصفيتها المعاهد الدينية في اليمن أغلقت أو قدمت كقربان للولايات المتحدة الأمريكية يعني حتى ترفع اتهاماتها عن اليمن لديكم في السعودية الآن نقاش كبير جدا حول التعليم الديني وحول المدارس الدينية والأمير عبدالله اجتمع مؤخرا بالمسؤولين عن المدارس الدينية وهناك مطلب أمريكي واضح من الحكومات التي بها مدارس دينية أن تغير مناهجها حتى تواجه العصر يعني المناهج الدينية مليئة بالحديث عن اليهود والمصر وهذا لا يلائم الآن هناك عملية تسوية في المنطقة لا بد أن تتغير المناهج وأن تقبل بهذا وتشوفوا الآية القرآنية تشوفوا فيها صرفة أيضا هناك مدارس دينية كبيرة في مصر مصر تمثل بالأزهر مدرسة دينية السعودية بالجامعات الإسلامية العريقة فيها تمثل مدرسة دينية باكستان كذلك فيها مدرسة دينية لا بد من تصفية هذا حتى يعني نواجه العصر وهناك اهتنام جدي من الحكومات بهذا الأمر ما أثر ذلك؟ أولا أخي الكريم أنا سأعلق على ما تفضلت به من زاويتين الزاوية الأولى وهي الأصل الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهنوا فيدهنون هذه واحدة وثانيا يقول جل وعلا محذرا محمد صلى الله عليه وسلم تحذير صارم يقول له وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أنثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك نصيرا هذا التهديد لمحمد صلى الله عليه وسلم لو أنه أدهن ولانا مع قريج في وقته ما يحصل في المملكة العربية السعودية؟ أولا يا أخي الكريم المملكة وهي بلدي الذي يشرفني الانتماء إليه أولا هو قام على أساس ديني وهو من الكيانات المحدودة جدا في العالم التي قامت على أساس ديني وبالتالي فلا استمرارية له ولا وجود له ولا قبول له إلا بهذا الدين سواء فقه الأمريكان هذا أم لم يفقهوه وجود هذا الدين هو العمود الفقري للمجتمع السعودي وتماسك المجتمع السعودي فالأسرة الحاكمة في السعودية لن يلغى يعني سأتيه الآن الأسرة الحاكمة السعودية لا يميزها عن الأسرة الأخرى إلا تبنيها للدعوة السلفية قبل حوالي ثلاثمائة سنة وبالتالي لو فقدت هذه الميزة فسترجع كغيرها من القبائل العربية الموجودة التي لها أصالتها ولها تاريخها ونحن نرى أنه من أهم أسباب تماسك مجتمعنا ومن أهم أسباب استقرار الأمن هو المحافظة على هذا التلاحم التاريخي بين الكيان السياسي ممثلا بالأسرة وعلماء الدين ممثلين بكل من تأهل سواء رسميا أو شعبيا أن يكون له الصدارة في أن يوجه الناس فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم الأمريكان يريدون ماذا؟ إذا جاء الأمريكان وغير الأمريكان قالوا المناهج نحن المناهج تعتبر دم لنا يعني تسير في دمنا إراقة دماءنا أهوا علينا من أن تغير مناهجنا ومناهجنا لا تغير ستغير يا دكتور أخي الكريم لستم وحدكم أقول لك يا أخي الكريم الحكومات الأخرى غيرت بالفعل تسمح لي أكمل لو تسمح لي فضل لو غيروا ما يطبع في المدارس لن يغيروا ما طبع أصلا في فطر الناس وفي قناعات الناس وأنا أول واحد لو رأيت لا سمح الله أن مناهج التعليم تغيرت سأدرس أبنائي ووجه أقاربي مش كل نزلي أسمح لي أخي الكريم الناس هناك يعلمون ويدركون ويعرفون أن الأمريكان لا يريدون بنا خيرا ثم أيضا في نقطة مهمة جدا هب أننا تنزلنا للأمريكان وغير الأمريكان وقلنا نعم نحذف من مناهجنا ومن برامجنا ومن مدارسنا كل ما يغيظهم من كتبنا التي تعتبر كتب اجتهادية لحد دمنا ماذا نفعل بالقرآن يقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله تاله ثلاثة ماذا نغير يقول الله عز وجل لا تجد قوما يعني تترك فقط تتلى في المساجد وفي الأماكن هذه إذا أقول لا سمح هم لن يلغوها ولكن أيضا لا تنشر في مسائل الإعلام لو وصلت الأنظمة إلى درجة أنها تستكين وتستسلم لمن يتدخل في مناهجها إلى هذه الدرجة فتأكد أن الشعوب لن ترضى هل تعتقد أن السعودية الآن بالفعل في مأزق حقيقي بالنسبة لمناهج التعليم والضغوط الأمريكية بشكل خاص لسيما وأن بوش أمس طلب من دول الشرق الأوسط أن تتعاون في مكافحة الإرهاب ومن بين التعاون في هذه المكافحة أن ربما المناهج بعد ذلك تعد في واشنطن حسب علمي ولله الحمد أن المسؤولين وقفوا وقفة يشكرون عليها في مسألة المناهج وإني أسأل الله عز وجل أن يثبتهم ويقويهم وعليهم أن يعلموا أن شعبهم في هذه الجزئية تحديدا معهم قلبا وقالبا وأنهم يريدون فعلا أن يكون ولاة الأمر حاجزا منيعا ضد كل من يريد أن يتسلل إلى مناهجنا والله يا أخ منصور أحمد منصور ما نملك أغلى من ديننا فإذا هو جمنا فيه فلا يتوقع منا ما كل اللي بيحصل إذا عفونا دكتور أخي الكريم أخي الكريم هو لسه نهاجم أخي الكريم بعد أحداث 11 من سبتمبر المعايير اختلفت والتعاملات اختلفت وكثير من القناعة الأقنعة كشفت ورفعت وأصبح الآن الإنسان مضطر أن يقول الحقيقة ومضطر أن يتعامل بشفافية ومنها جلستنا هذه والله الحمد الحكومات مضطرة الآن أن تخاطب شعوبها بشفافية الحكومات التي أدركت الخطر تخاطب بشفافية الآن الحكومات عايشة في أمن وسلام وأمريكا بتحميها ليست في أمن وسلام يا أخي الكريم أمريكا بتحميها أخي الكريم أمريكا كل يوم وهي تصدر تقول يوما تقول اليوم سنضرب العراق ثم تسحب الكلام تقول اليوم سنضرب اليمن ثم تسحب ثم تقول سنضرب السودان ثم تسحب أمريكا تلعب بأعصابهم وهم قلقون الآن وهو وقت أن يلتفوا حول شعوبهم ووالله الذي لا إله الله لن يجدوا من يصدقهم وينصرهم بعد أن يصلحوا ما بينه وبينه مثل شعوبهم تحدثت عن العلماء ودورهم والآن العلماء في المملكة العربية السعودية تحديدا يوصفون بأنهم علماء السلطان وهم الذين يدعمون المظالم التي تقاع على الناس أولا يا أخي قبل أن أجيب على سؤالك الكريم أنا ألاحظ أننا نريد أن نقيم وضع علماء العالم الإسلامي ونحن لم نستطع أن نتحاشى بعض الإعلانات التجارية التي تحتاج في الواقع إلى نوع من التنبيه يدفع لنا الرواتب منها على كل حال يعني خلوك لعله وعسى أن يكون المكسب حلالا إن شاء الله فعلى كل حال لعله وعسى أن يكون في الإعلانات إن شاء الله على كل حال هذا موضوع جانبي ولكن من باب إبراء الذن المخرق يقول لك كمان يتفعلنا منها على كل حال من ترك شيء لا عوضه الله خير مننا على كل حال أرجع لموضوع العلماء يا أخي الكريم أولا أنا لا أريد أن أحمل العلماء مسؤولية ضعف عام وخور عام للأمة كلها شعوب وحكومات وعلماء الأوضاع الارهابية التي تمارسها أمريكا وغيرها على العالم كله أوجدت أجواء ضعيفة أصبحت الفتوى فيها رخوة وأصبحت البيانات تكيف البيانات الرسمية تكيف وفق أهواء القوي وأصبح الضعيف ويستجدي فقط فرصة للعيش داخل هذه الأجواء مع كل أسف مع كل أسف العلماء ليس فقط في المملكة العلماء في العالم الإسلامي كله سارعوا بل هرولوا إلى شجب أحداث الحادي عشر من سبتمبر لما حصلت في أمريكا ده سؤال كان عندي وهذه في الواقع نحن لا نعترض عليها نحن نعلنها بكل صراحة لسنا مع استهداف أي بريء وأي منشآة اقتصادية لمسلم أو غير مسلم غير محارب هذه ليس فيها نقاش أصلا فهذا موقف كلنا يشجب ما حصل كلنا يشجب ما حصل من استهدافه للأبرياء لكن محد الشقة بليل حدث في جنجي نعم لكن السؤال هو أينهم ليس فقط في جنجي في فلسطين أنا أقول أول رصاصة أطلقت على مسلم سواء في فلسطين أو في كشمير أو في أفغانستان أو في غيرها كان من باب أولى أن هؤلاء العلماء يتحدثون بنفس الصراحة والوضوح التي يتحدثوا به في أحداث 13 من سبتمبر هذا إذا أردنا فعلا أن نجعل العلماء مرجعية يرجع إليهم الشباب الشباب يحملون غيره ويحملون وعندهم حماس إذا لم يكون هؤلاء العلماء سواء كانوا رسميين أو غير رسميين بمستوى الأحداث واستوعبوا طموحات طلعات شبابهم وشعر الشاب بأنه مع موجه يعي ما يدور فلا نستغرب أي تطرف ولا نستبعد أي إرهاب شيخ الأزهر أدان أول أمس العمليات الاستشهادية التي وقعت مؤخرا في فلسطين مع كل أسف ولكنه لم يشجب ولم يدين ما عمله اليهود بعدها بلحظات ولم يشجب ما يعمل اليهود يوميا من قتل لإخواننا وحملهم على الأكتاب أخ أحمد بكل صراحة على النظام العالمي أن إما أن يعدل أو يتحمل التبعات لا يأتينا في منتصف الطريق وهو يظلم الناس ويهلك الحرطة والناس ثم يريد من الشعوب أن تكون مسالمة هادئة مستكينة مستسلمة بعض أئمة المساجد وبعض الخطباء والعلماء الذين قنتوا في الصلوات أو انتقدوا في خطب الجمعة ما يحدث للمسلمين في السعودية وفي الدول الخليجية الأخرى تم إيقافهم عن الخطبة وقطع أرزاقهم وترحيل خلال 24 ساعة غير الخليجيين منهم إلى خارج البلاد ولذلك كل واحد حرص على أكل عيشه أيضا حتى وإن كان في قلبه فبينكر بقلبه على أضعف الإيمان ولذلك المسؤولية الآن ربما تكون على الحكومات أخي الكريم ما ذكرته صحيح حصل وهذا مع كل أسف هذا مع كل أسف زاد ما في نفوس الناس على المسؤولين وعلى حكام تلك الدول التي منعتهم من التضرع إلى الله عز وجل لنصرة إخوانهم وأيضا حينما رأوا أن الخطيب الذي يتحدث بهموم المجتمع ويتبنى قضيتهم رأوا أنه ينزل من المنبر ويمنع هذا لا شك خطأ سواء حصل في السعودية وغير السعودية نحن لسنا نتحدث لسنا نلمع أنظمة ونلمع جماهير نحن نتحدث عن أخطاء كلنا ندفع ثمنها شعوبا وحكومات لكن كيف يوازن العالم بين أكل عيشه أو مصدر رزقه على اعتبار أن راتبه من الدولة يا أخ الكريم إذا كان العالم يريد أن يحدد موقفه يربط موقفه الشرعي الذي سيستعانه يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون سيربط موقفه براتبه فأعتقد أن هذا في علمه يعني أنت لست نادما أما تشعر بأنك ظلمت نفسك وأولادك بمواقفك حتى أنك الآن مفصول من الجامعة أبدا يا أخ الكريم ليس لك مورد رزق أبدا والله لا تتقاضح تراتبا تقاعدين أبدا يا أخ الكريم يعني لست نادما أخ الكريم لو عاد بك الزمن ستقول نفس ما قلته أنا لم آتي هنا حقيقة لأتحدث عن وضع مادي أو شأن شخصي أنت حالة أمامنا فقط ولن ألجأ إلى مثل هذه الإعلانات لكي تدفع منها رواطب نحن رفضين رفضين أن تكون رواطبنا من هذا على كل حال على كل حال ولذلك أنا أعتبر هذه قضية جانبية يا أخ الكريم وهامشية الناس مستعدة يا أخ الكريم أن تضحي بأرواحها وبجميع ما تملك في سبيل نصرة دينها وحماية بلدانها وتقدير حكامها الذين يقدرونهم أطمئن على هذا لوحظ في الفترة الأخيرة أن في منطقة الخليج هناك تعاطف بلا حدود مع أسامة بن لادن ومع حركة طالبان صور بن لادن على تلفونات الموبايل على أجهزة الكمبيوتر على الإيميلز عن كل واحد لديه بريد إلكتروني أخبار تنظيم القاعدة الآن الألاف يتطوعون في نشرها على الإنترنت هناك عملية تعاطف كبيرة جدا حتى أنا أمس أحد الصرفين أعطاني يعني شاهدت عنده كميات كبيرة من العملات مطبوعة لها اللهم أنصر بن لادن وأشياء شواهد كثيرة حول هذا الموضوع ما هي في تصورك أسباب التعاطف مع بن لادن؟ هل قناعة بفكره أم كراهية في الأمريكان أم لأسباب أخرى؟ أحسنت أولا يا أخي دعني أطرق الموضوع من زاوية توصلنا إلى هذه النقطة وهي قضية الأفغان العرب إخواننا الأفغان العرب الذين حينما كانت الحرب الباردة على أشدها بين المعسكرين الشرقي والغربي وكانت الدول التي لها مصالح معينة مع أحد المعسكرين وهو أمريكا تحديدا تريد من شعوبها أن يدعم المقاومة الأمريكية ضد التوسع الروسي أو السوفيتي باتجاه المياه الدافئة لذلك الوقت لماذا زجوا بأبنائهم وفلذات أكبادهم في تلك الحرب؟ الأفغان العرب الذين يقيل الأفغان العرب هؤلاء مجموعة من الشباب بعضهم ذهب إلى ساحة أو رحل من بيته ومن أهله إلى ساحة القتال في أفغانستان إبان الاحتلال الشيوعي لها هناك وهو لم يبلغ الثالث عشر من عمره وبعضهم لم يبلغ العشرين فهؤلاء يأخذوا وزجوا هناك من اللي أخذهم ومن اللي زقوا؟ جميع الدول الخليجية كانت مشاركة وتدعمهم وتدفع لهم تذاكر مخفضة تدفع لهم إلى سبعين بالمئة من قيمة التذكرة وأيضا مصر نفس الشيء وغيرها من بلاد العالم العربي فلما زجوا بهم هناك وانتهى الأمر الذي من أجله تحمس الناس وهؤلاء الأبرياء الذين ذهبوا وتركوا أهلهم وأموالهم وأولادهم إيه كانت مصلحة الحكومات في ذلك الوقت وإذا رجعوا هو نفس المصلحة لليوم لما أمريكا تملي على الحكومات الآن ما تملي عليهم سابقا يعني كان إملاء أمريكي وإلا لماذا دفعوا لماذا اليوم اليوم هذا لماذا أفغانستان هي ميدان القتال والأفغان هم الذين يقاتلون اللي يقاتل أمريكا وكان في السابق يقاتل السوفيت اليوم إرهاب وجرائم وبالأمس كان الجهاد يؤدي إلى الجنة هذه أخ أحمد عبثية تعتبر وهذه خيانة للأمانة هؤلاء الأفغان العرب الذين حينما أنهم همتهم ورادوا أن يرجعوا إلى بلادهم بطبيعة الحال أن يكون قد تقمص وتدرب وتعود على أشياء قد لا ترضي النظام لكن النظام هو الذي يعتب عليه النظام الحكم العربي هو الذي يعتب عليه هو الذي عنده استخبارات هو الذي عنده قدرات لأنه يستقصي يعني ماذا يحصل هناك فلا يزج بأولاده وأفراد شعبه هناك ثم لما رجعوا ماذا حصل سجون واعتقالات وتعذيب ومحاكمات ولو أنهم حينما رجعوا تم استيعابهم ضمن إما استيعابهم من ناحية الأوزار كيف يتم استيعابهم وهم يشكلون خطر على اعتبار أن دايماً الذي يحمل السلاح يشكل خطر على النظام أو الحكم النظام أي نظام لو استقبل هؤلاء الذين لديهم الخبرة والحنكة واستقبلهم واستوعبهم أما في جيشه بحكم أنهم عندهم تدريب قد يفوق تدريب الجيش العربي حقيقة وجايين من ساحة قتال حقيقية أو أنه استوعبهم في وظائف يا أخي أكثرين رجعوا من أفغانستان في البلاد العربية جلسوا يبحثون عن لقمة العيش في بيع أشياء زهيدة كالتمر والعسل ونحو ذلك لما لم تستوعبهم وزارات الشؤون الاجتماعية مثلاً لما لم يستقبلهم الحاكم ويشكرهم يا أخي في بلاد الأخرى هؤلاء يعطون نياشين وهؤلاء يسمون بالمتطوعين أو المحاربين القدامى ويكرمون ويعززون أترى يا أخي أحمد لو أنهم عملوا هذه المعاملة سيتطرفون لكن حينما يجد رجع فلا يجد رزقه ولا يجد لقمة عيش ولا يجد من يتفهم مشكلته بل ويتهم بالإرهاب ويتابع ويراقب ويحاسب بل ويعذب ثم أيضاً لا يجد من ينصره هذا ما يريد بالحياة هذا الذي يجعل الشباب في البلدان العربية التي تطارد المجاهدين العرب يجعلهم يتسللون من خلال الحدود على غير رغبة منها فراراً إما إلى الشيشان أو إلى أفغانستان والذي فر من دولته لا يريد أن يرجع لها فر يريد أن يعمل هناك أي عمل بحيث أنه ما يرجع إلى نفس الدولة فهذا ما أردت أن أقوله حول مسألة الشباب الأفغان نجل مسألة بن لادن أن ذكرت بن لادن وابن لادن أقولها بكل صراحة هذا الرجل ظلم هو والأفغان العرب على حد سوا ويجب أن ظلمه الإعلام قاطبة بما فيه الإعلام العربي ظلمه ظلماً شديداً وسام بن لادن مثله مثل غيره وسام بن لادن مثله مثل غيره من الشاب السعودي ذهب إلى أفغانستان أو أنه أرسل إلى أفغانستان وكان يؤدي دورة معيناً تعرفه الحكومات جيداً هذا الرجل حينما أصبح يشكل تهديداً على غيرنا وقد يكون يشكل تهديداً علينا نحن لا نتفق معه في هذا لكن حينما شكل تهديداً على غيرنا أصبحنا لغضب أمريكا نغضب نحن نغضب لمصلحتنا فابن لادن المذكور بالخير عند الكثير من المسلمين وسأتي الآن نتحفظ معين عليه ابن لادن هذا نشهد في هذه الليلة المباركة أن الرجل ذهب بنفسه وماله مجتهداً قد لا اتفقوا ولا اتفقوا معه في اجتهاده لكنه ذهب ليبيعها في سبيل الله تاركاً الرفاه والخير والنعيم وهو رجل معروف أنه بليونير ترك هذا وذهب إلى ساحة القتال هناك بغض النظر عن قناعتنا فيها من عدمها لكن إذا كان باللادن أو غير باللادن أو من ينتمي إلى مجموعة القاعدة يريدون أن يزعزعوا مجتمعات إسلامية قد استتبى فيها الأمن أو أن يستهدفوا منشآت اقتصادية في بلاد المسلمين التي يعود ضررها لو حدث ذلك على المسلمين فإن هذا نرفضه ونؤكد لجميع من يسمعنا من الشباب الآن أنه لا يوجد عالم ولا داعية ولا شخص عاقل يقيم المواقف من منطلق الشرعي من المنطلق الشرعي مصالح ومفاسد يعني مستعد أن يسمع ولو سماع أن هناك من يرتب أو يخطط لاستهداف أي مجتمع إسلامي آمن ومفترض أننا نأخذ دروسا وعبر مما مضى فقد أقدم مجموعة من الشباب على بعض الأعمال سواء عندنا في السعودية أو غيرها ترتب على هذه الأعمال من الضرر ما الله به عليم فلذلك نحن نقول إن الاعتراض أو الاحتجاج على تصرفات أي حكومة لا يمكن أن يبلغ الحد الذي نستخدم فيه العنف أو الإرهاب وسيلة لكي نعبر عن مبدأنا أو عن قناعتنا على الإطلاق وليعلم من يفكر بهذا أننا نحن والحكومات جميع الحكومات الإسلامية على تحفظاتنا عليها أو على أكثرها جميع هذه الحكومات نحن وإياها في خندق واحد ضد كل من يريد أن يستهدف مجتمعنا المدني حقيقة تحت أي مبرر وتحت أي ضرر زمان الأمريكان بيصنفوك الوقت طبعا بناء على تصرحتك عن بلادن والله يا أخ الكريم الذي ينتظر من الأمريكان أن يصنفوا الأمريكان لا يدخلون هم الوقت عندهم الجنة والنار الأمريكان لا يدخلون للجنة ولا يخرجون من النار عندهم الجنة والنار يا أخ الكريم الأمريكان يعلمون يقينا أننا والصين أصدقاء كلنا الشعوب الصينية والحكومات العربية والحكومات الصينية ليس بيننا بيننا شيء والألمانية واليابانية ليس بيننا بينهم شيء الشعب الأمريكي يعلم يقينا أننا نحترم كشعب ونعلم أن له حق لكن حينما تتصرف حكومته بهذه التصرفات التي ملأت النفوس عليها عبر عقود متتالية الآن ماذا تريد من الأم أن تفعل يا أخ أحمد؟ نحن نقول الآن بكل وضوح إن ما تفعله أمريكا اليوم في حق أخواننا وأبنائنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي أفغانستان وما قد تفعله مستقبلا في حق أمتنا الإسلامية من انتهاك للسيادة وقتل الأبرياء وتهديم البيوت وأفساد الحرط والنسل هذه جرائم إنسانية لا يمكن للشعوب الإسلامية أن تسكت عليها ولا تتوقع أمريكا أن الشعب الأم الإسلامية ستتشكرها وتقابل أعمالها هذه بالورود والرياحين على الإطلاق دكتور الآن الحكومة العربية لم تذرف دمعة على أبنائها الذين قتلوا في قلعة جانجي أو الذين قتلوا في كندس أو الذين يتم تصفيتهم في أماكن مختلفة من أفغانستان الآن العرب الأفغان أو ما يطلق عليهم بالعرب الأفغان حقيقة واقعة ما هو الحل والمخرج بالنسبة إليها من خلال تصورك أخي الكريم أنا بكل صراحة وبكل ألم أتألم لما حصل لإخواننا في العرب في أفغانستان في الآونة الأخيرة وأسأل الله عز وجل في هذه الليلة أن يتقبلهم شهداء لكن ليس من الحكمة وليس من الحنكة في الواقع أن يترك أبناء الأمة الإسلامية يتسللون لواذا يعني يهربون من الأنظمة يهربون تهريبا إلى هذه الميادين التي أصلا أصبحت أشب ما تكون بالمحرقة الخلل يأتي أصلا من المجتمع الإسلامي من الدولة والشعب أين الدولة والشعب والعلماء لكي يرتبوا لهؤلاء الشباب ترتيبا مناسبا يستوعب ما عندهم من حماس فيعبروا عن موقفهم الشرعي تعبيرا نحافظ فيه بأقصى درجة ممكنة على مكتسباتنا ونقلم الخسائر أنا بكل صراحة كنت مع من يمنع هؤلاء العرب مع ذهابهم لأفغانستان حقيقة لأن ذهابهم أثنين أو ثلاثة يعني عدد محدود جدا ماذا يعني هذا؟ في معركة محسومة أصلا ولذلك أعجبتني بعض الدول الخليجية التي حينما رأت حماس شبابها بهذا الشكل بدأت أولا تقنعهم بعدم الجدوى ثم أيضا ثانيا عرضت عليهم عرض آخر بأنهم يركزون على مسألة التبرعات التبرعات للجهاد وللإغاثة فإذا لم ينثني الشاب عن هذه وتترك له الفرصة يروح لأنه هذا قرار وأعتقد أن يعني أنت لا تنصح الشباب المتحمسين بالذهاب أن يذهبوا في هذه الأونة أو أوقات يا أخي أنا لم أنصح يا أخي لو الأمر يرجع إلى عبد الفقير وأمثاله لتسألنا في بداية الجهاد الأفغاني أولا عن جدوى ذهاب الشباب هناك لأن مصيرهم بعدما رجعوا لا يصروا صديقة حقيقة ولو كان الشباب يعلمون أن حكوماتهم ستفعل بهم هذه الأفاعيل بعدما رجعوا ما ذهبوا أصلا وإلا لرجعوا بطريقة أخرى أشدوا كما يقولون إرهابا وتطرفا تأخرت على المشاهدين اسمح لي أخذ بعض المداخلات منصور عبدالهادي من فلسطين سلام الله عليكم وعليكم السلام يا سيدي نسأل الله سجلت قدرة الذي أطلق صراح الأخ بأن يطلق جميع حملة الدعوة الإسلامية من سجون حكام العرب والمسلمين وهم بالألاف إنني ومن خلال قناة الجزيرة الفضائية وها هي ملايين المسلمين تسمعني أزف إليكم بشرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ها نحن في نهاية الحكم الجبري وغدا ستكون خلافة على منهاج النبوة سيدي لديك سؤال لديك سؤال في موضوع الحلقة اسمعني يا أخ أحمد أشكرك يا سيدي أشكرك 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 عبدالله الحامل من السعودية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عزيزي أحمد وضيفك العزيز محسنا وأسلم أيضا على المشاهدين والمستمعين موضوع الإرهاب مثل ما أشار الدكتور محسن ليس من المنطق أن نتقبل القاموس الأمريكي لتعريفه لبعض المصطلحات وإتيانه حينا بالإرهاب وحينا بالتطرف وحينا بالأصولية فلنا منظومة معرفية معينة فيها الغلو والإتدال إلى آخره ناحية الأساسية التي أرجو أن تتيح لي المجال للتعبير عن بعض النقاط فيها هل العنف السياسي نظرية في الفكر والإيديولوجية لكي يحارب عن طريق تعديل المناهج التعليمية فبالتالي توصف به أمة أم عقيدة أم أنه نظرية في المقاومة السياسية هذا يعني أن الخيار السلمي العلني فشل وأخفق إذن العنف سلوب سياسي ينتجه انسداد الخيارات السلمية العلنية فهو منتج اجتماعي وليس منتجا عقديا أي هو يستدعى خطابا وقناعا سواء من الدين أو من القومية الاشتراكية في روسيا سلكت سبيل العنف ولكنها في أوروبا سلكت سبيل السلم العلمانية في تركيا سلكت سبيل العنف عندما توجد أرضية الحوار سيختفي العنف آليا وستختفي أيضا معه أو قبله وسيختفي معه أو قبله أيضا الغناء الانزلات الفكري الحوار بين من ومن يا دكتور الحوار بين الحاكم والمحكوم الحوار بين القوى الكبرى والصغرى فللإرهاب أسباب عالمية غربية وأسباب محلية يعني الحوار عفوا الحوار معناه أن القوى الكبرى تضع رأسها في رأس قوى صغيرة هي تسيرها بدون حاجة إلى حوار والحوار يجعل الحاكم الذي لديه السلطة المطلقة أن يضع رأسه في رأس محكوم يخضع بشكل تلقائي لأوامره ما معنى الحوار في هذا الوقت؟ عفوا سيدي الحوار أن تدرك القوى الكبيرة مثل أمريكا أن الهيمنة العسكرية لن تحقق لها ما تريد فلابد من قوة أخلاقية تنجز لها مصالحها بدون إذلال للشعوب وإلا يصبح السلام الأمريكي اليوم كالسلام الروماني القديم وتصبح أمريكا اليوم هي روما القديمة جنة السادة وجحيم العبيد فرض النظام الحضاري العلماني عدم الاعتراف بخصوصية الثقافات النظر إلى الحضارة الإسلامية على أنها لقيط فيمكن أن يرمع في قارعة الطريق هناك سؤال أساسي هل أمريكا تحارب الإرهاب؟ أم تحارب الخصوصية الإسلامية من خلال مصطلحات الإرهاب؟ كما قال هينتون جون إن المشكلة ليست في الأصولية بل في الإسلام نفسه كحضارة مختلفة مهوسة بتفوقها الحضاري وبالتالي أمريكا والدول التي قد راعت أو اتجهت إلى ضرض الاعتدال الإسلامي ساهمت في وجود خطاب التشدد فهل لأمريكا مصلحة في إنتاج خطاب التشدد؟ مع أنها إذا كانت تعتبر طالبان اليوم متشددة وضد الحقوق المرأة وغيرها هي بالأمس التي مكنت لها فعلا كلام مهم جدا جدا ما رأيك دكتور في هذا؟ أتفق معه في أن أمريكا لم تحسب أصلا حساب ما كانت تفعله في أفغانستان مسبقا ليس فقط على مستوى طالبان ولا على غيرها لكني لا أتهم حركة طالبان بأنها صنيعة أمريكية بحتة أنا أعتقد أن حركة طالبان مثلها مثل غيرها من الحركات الموجودة في العالم الإسلامي كله أو حتى في العالم قاطبة تستفيد من الظروف المحيطة بها كما تستفيد الأنظمة والشعوب الأخرى من الظروف المحيطة بها ولو كانت طالبان صنيعة أمريكية موالية لأمريكا 100% لا استجابت لأمريكا في مطالبها ولا ما دخلت معها في حرب أنهت وجود طالبان عبدالله محمد من المغرب السلام عليكم عليكم السلام ليت علي يا سيدي إن عدام الثقة بين الحاكم والمحكوم والدليل تواجد القوات الأمريكية الكثيف بعد حرب الخليج خير مثال على ذلك لماذا لا يتم تجنيد الشباب السعودي من أجل الاستغناء عن القوات الأمريكية بعد مرور عشر سنوات على نهاية حرب الخليج كمية الأموال والتبرعات التي أنفقت في أفغانستان كفيلة بتحرير فلسطين لو دفعت إلى الشعب الفلسطيني ولفلسطين الأولوية الآن إرهاب يا سيدي الدفع لفلسطين المساعدات الإنسانية أمس أمريكا أنت تعلم يعني جمدت حسابات منظمات إغاثية تغيث المنكوبين باتهمها بأنها تدعم الإرهاب أو حركة حماس فالآن صار أي تبرع لفلسطين أو لأي مساعدات هو دعم للإرهاب يعني كابل أولى من القدس ليست القضية الآن لا نناقش الأولويات ولكن نناقش المبدأ الآن مبدأ الآن أن المسلم يخرج شيء من المساعدة أصبح إرهاب بغض النظر عن كابل أو فلسطين نبغى رأي الدكتور في عملية تجنيد الشباب السعودي بدل ما يدور في الشوارع ويفحط وجالس بلا شغل يجندوه ويخرجوا الأمريكان وكلمة ثانية اليوم القدس وغدا خيبر وبعد غدا المدينة المنورة شكرا عفونا يا سعيدي تعليقك أولا الشباب السعودي ليس كما يقول متسكعا في الشوارع ولا يفحط كما قال ليس بصحيح يعني هناك من يعمل ذلك أخي الكريم حل الأمور لا يأتي بهذه الطريقة ونحن جربنا طرق التصعيد فلما أجدت شيئا نحن نريد أن نطرح قضيانا طرحا حواريا ناصحا منصفا الشباب السعودي مثلهم مثل الشباب العربي أين الشباب العربي الآخر طيب لماذا لو جند هو من هناك ويذهب إلى فلسطين مثلا وإلى نحن نتكلم كلام عام يا أخوان نحن نتكلم عن قضية الأمة الإسلامية ليست عن قضية السعودية ولا عن قضية مصر ولا عن قضية المغرب نريد أن نحمل همّا إسلاميا نريد للحكام المسلمين أن يدركوا متطلبات الشعوب وتطلعات الشعوب ويلبوها حقيقة فلو ركزنا على بلد بعينه لا فهم المشاهد أو السامع وكأننا نحمل هذا البلد مسؤولية كل ما حصل جميع البلدان الإسلامية حكاما وشعوبا وعلمات تتحمل ما حصل والأمة الإسلامية مطلوب منها أن تعلن راية الجهاد في سبيل الله يشترك فيها القاصي والداني ما تقدم المصالح الشخصية على مصلحة الأمة الإسلامية قاعدة شرعية معروفة هذه القاعدة تجد من تطبق على الحاكم وعلى المحكوم على حد سواء أما أنك تأخذ جزء معين من العالم الإسلامي ثم تحمله تبعات ما يحصل في العالم الإسلامي هذا ليس إنصافا وهذا ليس طريقا صحيحا في الواقع إلى حل الإشكالية لأمامنا في ظل الوضع الراهن كيف ترى مستقبل العلاقات بين الحكومات الخليجية وبين شعوبها أولا تعليق يسير جدا على مسألة أسلوبك في القمع والإرهاب كما ذكرت أنا لا أعتب عليك لأنك نتاج مجتمعا أنا نتاجه فقد أمارس ما تمارسه فاللوم ليس عليك شخصيا ده أنت ثبتت علي كده القامة ولا هيا يا دكتور على كل حال على كل حال طب أنت لاحظت أن أنا إرهابي ده أنا يعني أنا لا أستطيع أن أحكم الأنوان تحت إدارتك طب حسس أن أنا بقمعك لما إن شاء الله أرجع إلى بلادي عزيزا مكرما بإذن الله أرسلك إن شاء الله في الإيميل إن شاء الله سوف تكرم هناك بس لا تنساني في حفل التكريم حينما تعود إن شاء الله أنا لا أظن بأهلي وعشيرتي إلا خيرا مهما كان إن شاء الله تعود إلى بيتك سيئة وهذه الإجابة لعلي أنطلق منها أو يعني هذه العبارة أنطلق من الإجابة على تساؤلك نحن نلمس في الواقع خصوصا عندنا في السعودية توجه بإذن الله نرجو الله عز وجل أن يتوج بخطوات أكبر وأن توسع دائرة اهتمام المسؤولين بقضايا شعوبهم لعلك تلاحظ أن هناك اجتماعات موسعة بين بعض المسؤولين الآن وبين قطاعات معينة من الشعب السعودي والله الحمد نحن نبارك هذه الخطوة ونتمنى في الواقع أن تمتد إلى آخرين أيضا ليسوا على رأس العمل ولكنهم يشكلون ثقلا معينا لا يمكن أن يتجاهل خصوصا في مثل هذا الظرف ولعل هناك خطوات أيضا معينة يخطوها بعض المسؤولين جزاهم الله خيرا في المملكة تحديدا ولا أظن أن الخليج في معزل عما يحدث فأنا في الواقع متفائل بأن هذه الحكومات في الخليج بالذات وأنا خص المملكة العربية السعودية لأنها مركز إسلامي وعربي لا يستهان به فأي إصلاح فيها وأي صلاح سينعكس ليس على الخليج بحسب بل على الأمة الإسلامية العربية قاطبة ولذلك أني أناشدهم في هذه الليلة المباركة أن يلتفتوا إلى شعوبهم أكثر مما هم عليه الآن أن يلتفتوا فعلا إلى شعوبهم ويسمعوا ولا أريد أن يسمع فقط من خلال قنوات رسمية لا أكثر ولا أقل أن نحن نريد قنوات شعبية يصل من خلالها الرأي الشعبي الحقيقي إلى المسؤول الذي نظن به خيرا إن شاء الله هتعملوا إصدار للحكام يا أخ الكريم الحاكم الذي يدرك مصلحة نفسه ويعلم مستقبله ويدرك الأخطار الملمة به الآن ويسمع هذه اللغات التي تصدر ممن كانوا يوما من الأيام يعتبرون الدرع الواقي لهذا النظام أو ذاك يرى اليوم أن هذه الأنظمة كما قال الله عز وجل فما أغنت عنهم آلهاتهم التي يدعون من دولهم إن شاء الله لما جاءهم ربكم أزادوهم غير تتبيب فأنا آمل إن شاء الله أن الأنظمة الخليجية كلها إن شاء الله صغيرها وكبيرها تلتفت التفاته جادة إلى شعوبها وتلتمس همومهم وطلعاتهم ولتعلم هذه الحكومات وغيرها أن هذه الشعوب سوف ترفع حكامهم على الأكتاف إذا رأوا منهم الإخلاص والجدية ولن يتسلل إن شاء الله ما بين الشعوب وحكام الخليج وغير الخليج أي متسلل حينما توجد الثقة وتؤثر الروابط وتقوى بإذن الله تعالى دكتور أعطاء الله عبد الهدي من الإمارات فضل يا دكتور عليكم السلام بين قوسين الله جزاكم الله الفخير والغد للإسلام إن شاء الله الأمة الإسلامية يا أخ أحمد عامة والعربية بصورة خاصة تمر بظروف دقيقة وحرجة وإن الإسلام والأمة الإسلامية مستهدفة من كل الأعداء الغربيين وغيرهم وقد تكاتفت جهودهم جميعا على الإسلام والمسلمين والنيل منهم وإضعافهم وإن الإرهاب وغيره يتخذ ذريعة لتنفيذ مآربهم وأهدافهم وإن أمريكا وغيرها من الدول التي تحالفها أو تتكاتف معها لا تفرق بين مختلف الفئات والحكومات في العالمين العربي والإسلامي وليس أدل على ذلك من الهجمات الشرسة التي شنتها وتشنها مختلف الجهات في أمريكا وغيرها على المملكة السعودية وغيرها وهي تعلم تمام العلم أن المملكة بمثابة القلب بالنسبة للمجتمع الإسلامي ولذلك أرادت أن تنال من هذا القلب حتى توهن الجسم الإسلامي كله وتضعفه إذن يجب أن يعي المسلمون جميعا إن كانوا حكاما أو محكومين هذا الأمر وأن مقاليد الأمور والأعمار بيد الله تعالى ويوحد صفوفهم ويصبح الجميع في خندق واحد لمواجهة الواقع الذي فرض علينا وهو متوقع وأن يتلاحم الجميع ويكون سدا واحدا يقف في وجه من يريد أن ينال من الإسلام والمسلمين ونحن والحمد الله أقوياء ما دمنا معتصمين بحبل الله عز وجل وما دمنا يشد بعضنا بعضا وإن عدد المسلمين ليست ضعيفة أو بسيطة أو واحدة شكرا لك يا دكتور لديك تعليق أبدا جزا الله خيرا عبدالعزيز قاسم من السعودية أستاذ عبدالعزيز شكرا شكرا يا أستاذ أهلا بكم وضيفكم الكريم والمتابعين الكرام لا أريد تكرار النقاط الرئيسية التي طرحت في من السبق ولكن نريد الحديث عن أن في مجتمعنا أزمة حقيقية ولا يجوز أن نسهل أو نبسط أو نهون هذه الأزمة كشفتها الأحداث الأخيرة وبيّنت أن المجتمعات لديها توتر ويجب العودة بالدراسة والنظر والتحليل لكيف نشأ التوتر في هذه المجتمعات لتنتج تلك العينات من الذين عرضوا أنفسهم للخطر وتحملوا ما تحملوا من مغامرة إلا لوجود ضغط شديد في أستاذ عبدالعزيز ممكن أن يكون كلامك أكثر تحديدا وتوضيحا؟ نعم أبشر ففي ظني أن من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا هو ضعف تعامل الدول والحكومات مع شعوبها وأطراف المجتمعات أيضا بينها بعضها مع بعض مثلما تفضلت قبل قليل في الأسرة والبيت والمجتمع وغيرها من خلال ثقافة الحقوق نحن في دولنا وفي مجتمعاتنا تعامل من خلال الواجبات الدولة تعرف الواجبات على المواطن والمواطن لا يعرف واجبات الدولة تجاهها وقد تتفاوت هذه من دولة إلى أخرى ولكن الثقافة الأساسية في الحقوق قائمة على أساس الإلزام والواجبات بينما الاستقرار الاجتماعي والاستقرار النفسي للإنسان لا يتم ولا يستقر إلا إذا ارتفع هذا الضغط وشعر أنه موازن ومساون لغيره في الحقوق والواجبات هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أيضا وهي مهمة جدا أن أزمة الهوية التي تعرضت لها الدول العربية من بداية القرن أو من بداية الصدمة مع الغرب وحتى الآن أدت إلى استخفاف كبير من قبل كثير من الأنظمة والنخاب الثقافية والتكنقراط الذين تولوا صياغة الحكومات وصياغة المجتمعات بشكل ما استخفاف ببعض مقومات الشريعة الكلية والكبيرة وهذه أدت إلى توسيع الفجوة بين جميع الشعوب وبين الأنظمة والدول والمؤسسات التي تحكمهم والناس بحاجة اليوم إلى عودة للكليات الأساسية ليلتائم المجتمع مع مؤسساته ويتحقق بذلك فرصة التحديث المنتظم وفق الهوية أو أسف الهوية الكبرى النقطة الثالثة وهي غياب مشروعات التنمية القادرة على تعبئة الناس حول مشروع عام يبعث على الأمل ويبشر الناس ويرون منتجاته يوم بعد يوم ويدمج الناس من خلال مصالح مشتركة في حركة الدول التي تتحرك بالمجتمع يوما بيوم ليشعر الجميع أنهم في سفينة واحدة أن مصالحهم أن حقوقهم أن فرص العمل أمامهم وغير ذلك من أهداف التنمية لتكون حقا مشاعا يشترك فيه الجميع ويجد الجميع فيه أمل ومتنفس من كل ضائقة نقاط هامة أستاذ عبدالعلم لديك أضافة إذا كنت باقي باختصار نعم فهذه العناصر تحتاج مننا إلى نظر في أسباب الإصلاح تظني أن أهم مساء الإصلاح هي عادة النظر في الإصلاح البنيوي لمؤسسات الدولة والمجتمع لتكون وعاء حي لتدفق الرأي والنقد البناء والرقابة الأهلية الفاعلة ومراقبة التجاوزات وطرح تحديات التنمية على أبساط البحث الجماهيري يعني باختصار إعادة بناء النظام لنفسه وعلاقاته بنفسه وبالشعوب من جديد هذه النقطة والنقطة الأخرى فتح الحوار البناء في النظمة التقافية داخل المجتمع بما فيها النظام الديني والنظام التحديثي لتتكامل الرؤى وليكون الجميع يد واحدة يكمل بعضها بعضا بدل من الافتراع الذي ذهب ليشرب بعضه الماء صفوا ويشرب غيره كدرا وطينة شكرا لك يا أستاذ عبد العزيز لديك تعليق أسمعه بعد فصل قصير شكرا لك نعود إليكم بعد فصل قصير فابقوا معنا شكرا لك 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 أحمد الراشد من السعودية يقول لماذا تتدخل أمريكا بين العلاقات العربية الإسلامية أما كان أجدر بها أن تتفق معهم وتوظف هذه التدخلات في الصلح يعني بعض أعطاء بعض الحق للذين كتبوا على الانترنت أن أبدأ بعض آراءهم من مداخلات وهي كثيرة للغاية الآن وبقي فقط دقيقتين على نهاية البرنامج ما هو العلاج والمخرج من أزمة انتشار التطرف والإرهاب أولا يا أخي الكريم نحن ركزنا على الحكومات وعلى وجودها كسبب للتطرف والإرهاب والغلوب ولكن يجب أن لا نغفل أيضا الجماعات التي أصلا بدتها الآن يعني يظهر منها بعض مظاهر التطرف وما يسمى بالتطرف والإرهاب وما نسميه نحن بالغلوب أحيانا سواء ترجم هذا الغلوب إلى عمل أو بقي أفكارا متداولة بين الجماعات الإسلامية داخل يعني البيت الإسلامي فهؤلاء أيضا نقول لهم كما وليتحملوا مثل ما تحمل الحكام أيضا نحن نصارح ونناصح الحكام وأيضا نصارح ونناصح هذه الجماعات ونقول لهم في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى وفي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية لنا في أن نحكم بين الناس بالعدل ولا نتعطش إلى الثناء المقيت التكفير والتفجير حقيقة هذان الشيئان يعني مقلقان جدا تعطش بعض الجماعات الإسلامية إلى تكفير مخالفها أو تفسيقي أو تبديعه دون مبرهان مما يؤدي إلى تشطير المجتمع وتفتيت وحدة الصف الإسلامي هذا أمر مرفوض كما رفضناه أي أصلا من الذين تسببوا يعني فالإرهاب أو التطرف أو الغلوب الذي يصطر من هذه الجماعات يجب أن نرفضه بنفس الدرجة التي نرفض فيها تصرفات الحكام التي تؤدي إلى هذا التطرف وهذا الإرهاب وعلى كل حال لا أريد أن أسرد نصوص كثير من الإخوان يعرفونها ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثة ميسرة ولم بعثة معسرة وأنه صلى الله عليه وسلم يعني بعثة يتم مكارم الأخلاق وأنه من الرؤوف الرحيم وأنه ما استؤذن يوما من الأيام في أن يعني ما استأذنه صحابي في أن يضرب عنق رجل إلا ووقف له ما أذن له ما قال دونك الرجل أضرب عنقه كل من استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب عنقه بمن فيهم عمر رضي الله عنه على كل حال نرجع إلى موضوع العلاج دكتور ما عادش غير 30 سنة للعلاج العلاج يا أخي الكريم الحوار الذي يحفظ للحاكم مكانته وللمواطن كرامته حقيقة هذا الذي أريد أن أقوله ولكن هذا تحته طبعا أشياء أنه يجب على الحاكم أن يعطي للناس حقوقهم يجب على الحاكم أن يحارب البطالة يجب على الحاكم أن يعدل يا أخي يعدل بين الناس العدالة مبدأ سهل جدا ترى الطفل الذي تعطيه قطعة حلوة والطفل الذي تعطيه قطعته حلوة يعلم أن هذا ليس بعدل سوف ربما نفرد حلقة لكثير من الأشياء التي بقيت وللعلاج أشكرك يا دكتور وإن شاء الله تعود إلى بيتك سالما بإذن الله وثقة تامة إن شاء الله وليس عندي في هذا أدنى شك ولم نعمل أصلا شيئا يوجب ما يتخوف الناس منه ونحن ترانا في السعودية بخير والله الحمد أشكرك شكرا جزيلا أيضا بأولاة أمرنا طيبة واطمئنه وسنجيدكم مطمئنانا إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم سوف أبدأ إجازة قصيرة ولحلقة واحدة سوف ينوب عني فيها الزميل عدنان الشريف الذي سوف يقدم لكم حلقة الأسبوع القادم أما أنا فسوف ألقاكم بعد العيد الذي أهنئكم مقدما بحلوله في الختام أقول لكم تحيات فريق البرنامج ومخرجه فريد الجبري وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة